الرواية ولأنها بتدور في الألف وتمنمية وكذا في حقبة انت معرفها ايما خذب اسماعيل فانت في تفاصيل كتيرة في الرواية معرفش كبتاها منين مش بس أسماء الأشياء ده انت جايب أمثال قديمة قوي الواحد عمره ما اسمعها عمره ما اسمعها يعني ما عددتش علينا في بعض المكونات والأدوات والأمراض انت عامل الهوامش عليها يعني فيه ريسورج كبير جدا عشان يبقى تفاصيل الرواية فيها دقة نظبوط تماما انا بعمل ريسورج قوي جدا في أي رواية بس بصراحة لو كان دبير وطويت والأبو الغول ريسورج كان مرعب أولا طبعا ده زمان احنا من 150 سنة تقريبا يعني حاجة كبيرة قوي زمان ما نعرفوش خلص اتغيرت في حاجة كتير قوي في القاهرة القاهرة على الحفة ما بين كده العصر القديم ودخل على نهايات العصر الصناعي فبدأ يحصل اختراعات بدأت توجد العربية بفضلها شوية وتظهر الكهرباء بدأت تنتشر بس لسه ما فيش لمبات يعني تحس ان الدنيا بتقرب التليفون لسه هيزهر السنة ما لسه ما ظهرتش كل ده احنا على الحفة فطبعا انا اكتشفت ان ده عالم فارج الدنيا محدش يعرفه البحث كان مرعب لانه ممكن اغطس فيه ما اخرجش من كتر جماله ومن كتر مهم اللي انت تفاصيل حتى اسمها الأمراض اختلفت ايه بقى الزنتاريا الطريقة نطل الزنتاريا النوشا الكبه النوشا النوشا اعتقد كانت يفود او حاجة شبه كده عشبة يو حنك عشبة يو حنك كان مخدر ما بيتاخد لكي تهدئت الأمراض العقلية في الوقت ده وكان اكتشفه ما من السبب من فقه من مرض العقل بشكل كبير يعني كان ده غلط عارفك سليمان عايش في منطقة من الأغلاط التاريخية نهو مما اعتقد في حاجات طبية وقتها احنا عارفينها غلط النهاردة بس هو تمام مكمل بيها طبعا لأن ده زمنه وانا ما ليش دعوه بصراحة لا لا ما ليش دعوه انا إلا حطيت المذكرات بتاعته اسم الشرطة في الزمن ده كان اسمه ايه؟ التن اللي قاهرة كانت متقسمة تمن أجزاء ما بين مثلا سيدة زينب وعبدين وشبرى والحيطة دي فكل منطقة التمن اللي هو تمانية واحد من تمانية فده تمن المسكد ده تمن العتبة يعني أجزاء معاناة بتمثل القاهرة مثلا فده تمن اه ايه من تفاصيل الزمن ده اللي انت بالنسبة لك يعني كانت اكتشافات سواء حطيتها في الرواية أو ما حطيتها اكتر حاجة كانت موجودة في الزمن ده مصيرة بالنسبة لي هي القدرة على رؤية ان الامراض ممكن تبع فريط وانه فكرة ان وجود فريط جوه البني ادم هي دي اللي بتؤدي للمرض العقلي ولازم نعالجه بطرق مسيرة جدا يعني كانوا بيحط صعات حاجة زي شيء معدني كده واضربوا ضربات قوية جدا على دماغه وسمعوا أصوات عليه اوه لعل ده يعدل من المزاج يحطوا في ماء سقع جدا بيعملون صدمات جسدية هي محاولة الطب الأولى لاكتشاف المرض العقلي ده نعالجه زي في ظل عدم موجود لا أشعة ولا كهرباء ولا أي حاجة خلص فطبعا ده كمسير جدا لأنها طرق غير أدمية خلص بس محاولة أنها تجد طريق وده أكتر طب متأخر بسهذا السبب على فكرة يعني غير الطب اللي واضح يعني نقطع ونشرح فنفهم ده ما فيش حاجة باينة خلص طبعا طيب لما تيجي توصف للقارئ سليمان السيوفي ده إيه سليمان السيوفي ده رجل يعني مجمون من البداية إلى النهاية وحياته كلها عبارة عن هلاوس سمعية وبصرية وتخيلية يعني هو شاف نفسه ويصل لحد النبوة يعني طبعا يعني بيتكلم على الأنبياء على أنهم الزملاء يعني هو رجل بارانويد جدا وفي ناحية تانية هو عبقري في شيء ما طبعا فأنا التوليفة دي هل ممكن تبقى موجودة في الحقيقة؟ هي موجودة شفتيها أكيد في فيلم بيوتفل مايند كان برضو البطل جون ناش العالم المعروف كان بيتهاق الوجود ثلاث أشخاص في حياته وحاسس بمؤامرة مخابراتية كبيرة أوية وأن في ناس بترقبه طول الوقت على الصعيد الآخر كان عبقري جدا واخد جاز نوبل في الفيزيكس وده شخصية حقيقية وده شخصية حقيقية وده مرض حقيقي بارانويد سكيز جنون الارتياب هو مرض مسير جدا للجدل موجود في ناس كتير قوي حوالينا بنسب لما بيقصل للتفاقهم الكامل بيبقى سليمان السيوفي هو بيبقى شايف الفصام ده في جزء من المخ منفصل عن الجزء التاني بيسمع الأصوات الداخلية بتاعت المخ على أنها أصوات جاية من بره وبيتهالوا تماما أنه لما مثلا بعد ما خلص هروحها تعشى وروح فبيسمع الجملة دي كأنه حد بيقوله بعد ما تتخلص مع منشزلي يروحه فبيبتدي يلتفت حواليه ويبتدي ينتبه جدا أنه في حد بيكلمني لو زاد واتفقم بيبتدي يشوف ناس يشوف أجزاء من الحياة بتحصل قدامه وده اللي حصل لسلمان السيوفي مع عدم وجود دواء ولكن العرض الناحية التانية عرض عبقرية كاملة بيقدر يركز أكتر من أي حد تاني وده ممكن نشوفه على فكرة في بعض الشخصيات زي مثلا فيلم رينمان مثلا كان برضو عنده عرض معين من التوحد ولكن اللي حصل تاني في عبقرية شديدة في الحسابات هو فيه شيء بيضغط على المخ من هنا بس بيحرر جزء من قدراتنا الخارقة هنا فده سليمان عبقرية سليمان السيوفي هو قدرته العجيبة على فحص الجثث واكتشاف طريقة أو ملابسات الجريمة اللي تأتلت بيها الجثة دي نظبوط احنا تعرفنا عليه في الجزء الأول من لوكاندت بير الوطويت إنما التفاصيل موسيرة يعني اللغة السينمائية طاغية جدا يعني أنا بحس أن أنت بتفكر سينما أو بتكتب سينما أنا عندي ميكانيس بس معكوس أنا الأول بتخيل بشوف الصورة وبحس الشكل عامل إزاي بشم الروايح بحس الإضاءة عامل إزاي وبعدين بكتبها الكتابة عندي فعل تنفيذي يعني بحضر النهاردة بالليه أن أنا هعمل المشهد ده بكرة وبزي بزبط بتحضير السينما بالزبط وبعد ما يصور الفيجول كله بتاعه وتخيله كله ببتدي أحوله لصورة المرة دي الكوميديا في الموضوع إن أنا مش بس حولت الصورة وكتبته إن أنا بعد ما كتبته بدأت أخذ الكلام اللي أنا كتبته روح تحطه على إيه آه وروح تمطلع منه فيجولز للرواية تاني يعني أصد إنه يعني التكنيك أحمد مراد في الكتابة هو العكس دايماً الرواية تكتب بعد كده تتحول لفيلم لأ أنت بتشوفها في دماغك فيلم وبعد كده تكتب إكزاكلي بالزبط هو ده اللي بيخلي موضوع شكل وفيجول أنا كمان بحب التفاصيل أنا بابا مصور ولأنه مصور خلاني وأنا مصور طبعاً بس أصل ده أنا مترابي منه أنا صغير في الستوديو فأنا تعودت إن أنا لما بتدخل واحدة مثلاً رفايا عقوي فبابا يقول لي خلي الإضاءة فلات عشان لما بتبقى الإضاءة فلات على وشها بتملاه كله ولو حد تخين شوية بيقول لي إيه سم الإضاءة أعمل ضل ونور عشان تخليه 3D شوية خليه تصور بالجنب شوية خلي بالك الحلقة مش باين بتاعها خد بالك عندها كسرة هنا فخليها تتحك لما تيجي تصور حد صوره وهو بيعمل سبيتش اختار حرف السين عشان هو بيكلم يقول فيبقى بيتحك وهو بيتكلم عشان ما يطلعش عمل وهكذا فأعتقد إن هو ده علمني بس إن أنا كون سريع جداً عمالة راجع لما نصور حد انت تصوره هو في حرف هو بيتكلم مش بقى ممفعل مثلاً وكده طبعاً تفاصيل الصورة بالنسبة لك هي الملهمة للكتابة هو أنا جماعة بقى ما بن سليمان إن هو مصور وأنا أصلاً مصور وده أنا كتبت مصور قبل كده في فيرتيجو فدي تاني مرة أكتب مصور وبصراحة العالم كان كبير قوي إن أنا أتعامله في رواية واحدة أعرف عن نفس الكثير أنا فتاة إنسان يتظهر أنه على قيد الحياة وهو ليس كذلك أنا الذي يتنفس ويأكل وينام بقوة الدفع أنا يونس في بطن حقود كافر أنا الذي ينتظر لحظة الإظلام الأخير في مصرحية مملة من 90 فصل لحظة نزول الستارة الحمراء بلا تصفيق في المقدمة بتاعة الرواية إنه مش بالضرورة تكون قريت الجزء الأول اللي هي قندق دي الوطويت عشان تقرى الرواية دي والحقيقة أنا يعني معطلدة تماماً يعني لأنه هو أنت لو ما كنتش قري الرواية الأولانية هيبقى عندك صعوبة شديدة جداً في الفصل ما بين الخيال والجنون والأحداث الحقيقية هتبقى متلخبة تلخبطة يمكن تبقى معطلة أو معرقلة أو تخليك يعني تمزل مجهود كبير إنما الأولانية بتسهلك المهمة أنا أكيد يعني قراءة جزء أولاني طبعاً بيمهد يعني بشكل مال العالم عشان ما يبقاش الشوك كبير بس أنا عامل مقدمة عشان كده موضح فيها ممرضه موضح فيها هو بيعمل وبدأ الموضوع بالجواب هو بيكتبه بنفسه عشان قطر يقول للناس كلمة هو بارانويد جداً بدرجة إنه هو بيحتقر كل اللي هيقرأ أصلاً يعني أول جملة بيشتم في الناس كلها تلك هي كلمات الأخيرة والتي أجدوا أن كلاب المذاب الأقدر على تلقيها ومفهوميتها من البشر أمثالكم يعني هم وشخصان البرانويد بدرجة إنه هو بيشتم اللي هيقرأ مذكراتك أصلاً بالضبط هو سليمان كده ولو إحنا تتبعنا الحالة بقصة أنا قابلت في حياتي خمسة عندهم هذه الحالة منهم اتنين قرابين جداً مني واتنين انتهروا يعني للأسف توفيه في ظروف صعبة جداً تبكلام بجد ولا بجد؟ بكلام بجد أنا عشرت يعني حد كان عزيز على القلب جداً جداً وكان مصاب ببرانوية شديدة يعني كان صديق عزيز وكان يعود عندي في البيت كده يقول له ماما أنا عايز كوباية شاي تنطفات معه فتدخل تعمله الشاي وترجع فيمسك الشاي مره ماما تدخل المطبخ يمدلق بلكونة فأقول له ليه فبيقول لي ممكن حطا لي سم أكيد حطا لي سم فأصد من وانا صغار بدأت أستوعب أن في حاجة مختلفة بيعيشوا عذابات صعبة جداً واللي حواليهم كمان ده جزء من التوعي اللي أنا بحاول أوصلها في الكتاب إن أنا أعمل وعي إحنا لما بنقرأ عن حالة نفسية وكذلك الأفلام النهاردة لما بتؤدي إن إحنا نتفرج على فيلم معين فبيتنور طريقنا السينما والكتابة هي أهم طريق لتوصيل فكرة الطب العقلي المرض العقلي للناس عشان تقدر تفهم الحالة لأن الناس ما بتدارش تقرأ مراجع بس تقدر تشوف الحالة فتفهم الموضوع فيلم زي بيدو في الماين ده عمل حاجة رين مان عمل حاجة وكذلك سليمان السيوفي أنا بحاول إنه خلي الناس يحصلون موعي بالزبط الحالة دي عم نازل إنه عايش ما بيننا لازم نفهمه 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 نفكر إزاي مشكلته وفيين لازم نحتويه لأنه ممكن نقذي نفسه بشكل كبير رواياتك بتبدأ بومضات سليمان السيوفي كانت إيه الوامضة اللي خليتك تكتب عنه تكتب عن الشخصية دي وتغزل الحقائق بالخرافات التواريخ الأشخاص حقيقيين بأشخاص تخيليين إيه الوامضة اللي خليتك تدخل عالم سليمان السيوفي الموضوع عمزة المقادير زي ما تتقول أنا قررت أعمل أكلف بتنزيل السوبر ماركت كده تنقي تنطقي حاجات أنا عجبني جداً 1800 بعدين ما عندناش دي تاكتف حقيقي في القراءة المصرية يعني ده مش موجود كتير وبعدين منطقة المرض العقلي مش موجودة برضو ما بنيكتبهاش بطريقة كتير يمكن أنت عملت مثلاً مع إحسان عبدالقدوس طبعاً كاتب العظيم كتبها مرة في رواية بس أصد ما عندناش الوضع ده كتير مش موجود في الأدب العربي فأنا بدأت أحط العلم بتاع القديم إسماعيل على سليمان السيوفي على هذا المرض مع الخيالات مع وجود كاتب بيكتب مذكراته غير موصوك فيه فإحنا بنقرأ وإحنا مش عارفين هو بيتكلم بجد ولا مش بجد وده بيعمل إنجيجمنت قوي جداً للقارئ في فعل إن أنا قرأ حاجة بتقولي معلومات وإن أنا محتاجة أفكر معاه وده اللي بيخلي الموضوع يبقى فيه إرهاق زهني هو بصراحة الأدب لو ما فيهوش إرهاق زهني مالوش معنا طيب آخر جزء هسأله على أبو الهول الذي كان يكره المقارونة المقارونة الإسباجت المقارونة الإسباجت أو هكذا كانت تنطق في الوقت عندنا أكتوبر بيقولها هكذا عندنا بعض الشهور بنتهى يعني بطريقته مثلاً في بعض الحاجات قديمة لقيتها زي أصوان بتكتب الصاد طيب فيه زبابة شهيرة جداً رفيقة وملهمة عنطر وواعز الأفكار النورانية المليئة بالهلاوس يعني عنطر الزبابة عنطر صديقة سليمان سيوف طبعاً الدبان دي جاتي وأنا نايم أكتر الأفكار بتجيلي وأنا ما بين النوم والصحيان فكان فيه دبان بالفعل في يوم في لحظة كده جاتي وأنا نايم فقمت جداً وجالي هاجز غريب جداً إن الراجل ده مش هيكون مربي حاجة في البيت إحنا بنربيها أبداً يعني ده لازم يكون مربي حاجة غير طبعية فاكتشفت إنه هو مربي دبانا مربي دبانا وبدأ تكبر وبدأ تكلمه بدأ فيه ما بينه وبينهم بينهم وبين بعض رابور وبدأ ي يا خوف يا أحمد لا تكون إنت اللي بتكلمت دبانا أنا خايف والله أنا نفسي الآن والله طيب بعد الفاصل اللي هنرجع للكاتب أحمد مراد بعيداً عن سليمان السيوفي وهلاوسو اللي موجودة في رواية تحقق مبيعات كبيرة جداً اشترك الآن واحصل على 50% خاص مدى الحياة على اشتركات بريميم السنوية والشهرية استخدم الكود على watch.com